اشتركوا في القناة صحة وسعادة جميع المستمعين اللي يستمعوننا ولي ما يستمعوننا برنامج صحة وسعادة بيتطرق المواضيع كثيرة اتهمكم وتفيدكم ان شاء الله مواضيع صحية وطبية ونترى طبعا مشاركاتكم اقتراحاتكم اي استفسارات عنكم خلال البرنامج قبل ما اذكركم بارقام التواصل ارحب فريق العملية اليوم في الاعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا القفلي في الاخراج عيسى سبيل قدمت البرنامج دكتورة عاشة البسطي صبحكم الله بالخير جميعا اذكركم بارقام التواصل ايانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله مثل ما عودناكم مواضيعنا متنوعة صحية وطبية مواضيعنا نبتديها مثل ما عودناكم بعد عن طريق فقرة التقذية فقرتنا التقذوية اليوم مهمة في ناس وايد سألت عنها وتتساءل عنها في ناس وايد بتدت تركز عليها وتحب تستفيد من هالشي التقذوي اللي موجود او اللي اليوم بنذكرها ناس تعرفها وايد بس ما تعرفها بالتفصيل الكامل اليوم بنتكلم ان شاء الله عن حليب الابل وفوائده الحين ناس وايد ابتدت تدخل حليب الابل في بدال حليب البقر في شرابها في استخدامها اليومي نظرا لأهميته سواء الصحية للجسم نفسه ونحن كبيئة بدوية سبحان الله يعني أهلنا قبل كانوا يعتمدون عليه اعتماد كبير الحين نرجع مرة ثانية الاعتماد عليه وبطريقة أكبر ويانا اليوم ان شاء الله بتكون أخصائية التقذية في هيئة الصحة بدبي ست البنات محمد بتكلمنا أكثر عن حليب الابل وفوائده ألو ألو مرحبا صباح الخير صباح النور يا مرحبا أهلا أستاذ ست البنات اليوم بنتكلم أكثر عن حليب الابل نحن مثل ما نعرفه الحين الناس بدأت تتركز على حليب الابل نظرا لفوائده في ناس عارف الفوائد وفي ناس كثيرة ما بعارف الفوائد ككليا يعني وابتدت الناس الدخلة أكثر حتى عن الحليب البقري في استخدامها اليومي فممكن تكلمينا اليوم عن حليب الابل وفوائده بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لحليب الابل زي ما قلت يعني في الفترة الأخيرة يعني مزاج استعماله والناس تعرفت عليه أكثر وعرفوا كثير من الفوائد بتاعته بدوا يستخدموه حتى يعني يصنع من فوائد حليب الابل أول حاجة بالنسبة يحتوي عليه العناصر القزائية الكاملة يعني من ناحية البروتين من ناحية الجهود منقين البروتين بتاعته يعني مناسبة اللي هي 3.1 ممكن نسبته وبعدين السكريات بتاعته برضه السكريات بتكون جيازة بس بتكون برضه صحية هي 4.4 وبعدين بالنسبة للمعادن بيحتوي على كثير من المعادن وهي الضرورية بالنسبة ل التقضية هي الكافيام الحديد البوتاسيام الفوسكات الماء نسبة الموية فيه عالية بالنسبة 84 الماضية عن ناس كان عمل فيه كثير من الدراسات ولكن مثلا البساعة في التحكم في مرض السكري الناس اللي عندهم السكري أول حاد لأنه فيه نسبة من الأنسلين وفي نسبة اللاكتوز بتاعته خفيفة ما في نسبة السكريات هي السكريات بتاعت اللبن يعني اللي موجودة في الحليب الثاني في البطري وفينا بنلقاها مركزة أكثر ونلقاها نلقاها موجودة لكن ما بتتسبب الحساسيات السكري التالي بيقيم بتاعت الحفاظ على مراض القلب أو القلب لأن نسبة الكريسترول في الحليب بتاعته برضو نسبة صحية نسبة الكريسترول في البانة الأخرى هي البانة غير الشيطان برضو حتى بنسبة الأسراج الرسائج الجليلة فيها اللي هو الدهون الثلاثية الدهون الثلاثية ودلنا يعجل تحط الجنوب والأوعية الثمائية الشيطان برضو في الجهاز المناعي الجهاز المناعي وبالتالي يكون مناعة قوية الأمراض والإصارات الأمراض المناعة الشيطان برضو بالنسبة الجهاز الهضمي بما أنه تحلى الهضم البروتين وتحلى الهضم والتالي يكون بعالي كثير من الأمراض مثلا طرحة المعيدة القولون أي الأشياء بالإضافة في بعض الأمراض الثانية يعني الغدر أشياء تقوم بشيء ما كافي وهي حالات التوحد برضو له تأثير في حالات التوحد أو يضلل أو يمنع إذا لوحد أخذ الانتظام ممتاز أمراض الحساسية الحساسية بتحسس من اللاكتوج أي سكر الحلي برضو لأنه نثبت اللاكتوج عنده برضو من خفيف برضو التالي ما بعمل تحسس لما عندهم التحسس من اللاكتوج وهو فالانتفاق والإنطافات وهذه الأشياء حالات الربو والحساسية الثانية اللي هي برضو جهاز المنائم يستقل بحالات وإفتهابات لأنه فيه نسبة عالية من فيتامين C فيتامين C مزة عالية وفيتامين B مزة عالية فيه وبالتالي يمنع من الاختهابات والحالات بتاعة التحسس حتى بالنسبة للحشاشة العزام النسبة فيه عالية بتاعت الحساس يمنع من حشاشة العزام بتاعت نمو الأطفال كويسة يعني دريبة لحليب الأم تركبة البروتين والفات والسكريات دريبة لحليب الأم وبالتالي ممكن يساعد فيه مو الأطفال وبين نحف من الأمراض السرطانية يمكن ديب بشكل عام كده وسريع هذه الأشياء المهمة والأضافة بالنسبة للكمية الموصفة فيها يعني يوميا بالنسبة الحليب الأبل هي ما في كمية محددة لكن ممكن كل ذلك حسب عمره وحسب احتياجاته يمكن يأخذ قدر ما يقدر مثلا مثلا الثلاثة كوبايات أو كوبايات يمكن يأخذه ومحتب من أدراسات لكن يمكن الواحد يأخذ عليه خطر صاغية أو يأخذ مثلا خطور خفيف وبالليل يمكن برضه يأخذ مثلا كوبايات صبح كوبايات ويحب يتخذ يعني فريش يعني الميديا في بعد الحال مباثرة لأن الاحتيواء على خيكنيس ممكن تتأثر خيكنيس مثلا بل الثلاثة الشيء الثاني في الفترة الأخيرة طبعا فكاة مساكل لأن ما بكون مبسطر بس في الفترة الأخيرة بقوا في عملية تعقيم أيو ومتوثر في كل مكان الحمد لله وبنكهات بعد حسن الواحد يستطيع يأخذ في أي مكان في أي مكان أيو حتى قاموا يدخلون مثلا صناعة الآيس كريم أو صناعة الشوكولات قاموا يدخلون حليب الأبل فيها بكمية أكثر عن قبل ممكن نذكرين بخصوص كمية السعرات الحرارية في الكوب الواحد لحليب الأبل في حليب الأبل الحليب الزاكى هو قليل للأدسة أي وبالتالي ممكن يكون ما بين المئة وعشرين الأقل من الحليب البقري لأن الناس سبحان الله بدأوا أكثر يراعون السعرات الحرارية التي يستخدمونها يوميا أساس لزيادة الوزن للتركيز على الأشياء التي يستخدمونها وعيهم أكثر عن الفترات السابقة بديل عن الحليب البقري بديل الحليب البقري سادسة البنات كلمة أخيرت واجهينها خلال البرنامج والله يتكلم أخيرا أنه الناس تبدأ تستعمل حليب هو طبعا شوية غالي وغير متوفر لكن إذا توفر لناس يمكن استعمله على أساس أنه فيه النحية العلاجي أكثر يعني مثلا من تقليل الوزن من الأمراض بتاعت السكر البقية النفسية من أمراض القلب من التحسسات التي ممكن الواحد يعني يوصي أنه استعمله حليب العبل ونزل السعر شوية من الصحر سؤال أخير بس بالنسبة للأطفال من أي سن نقدر معطيهم حليب العبل حليب العبل هو من كل الأعمار بس يعني فضل ما بعد يعني السنة بعد السنة آه على ساس أني ممكن الطفل يأخذ استعاد ستة البنات محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحابة بي شكرا لك مستمعين الأعزاء ذكرناكم خلال الفقرة اللي طرحناها من شوي عن حليب الأبل ووايد ناس ووايد بدأت حين تركز عليه وخاصة الحين الحمد لله انتشار في كل مكان سهولة الوصول للنكات المختلفة يعني إذا حد مبحب نكة معينة أو بدون نكة يقدر يستخدم المنكة بخصوص عساس يقدر ياخذ الفوايد اللي تكون في حليب الأبل ومثل ما ذكرناها فوايد كثيرة في الحليب تتنوع طبعاً فاللي حاب يجربه اللي ما تستخدمه من قبل عرف الفوايد كاملة ويقدر يستخدمه أي وقت فاصل إن شاء الله أراد لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هي الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور بدبي أذكركم برغامب التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله ويانا بعد ما استقبلت قمة مستقبل البلوكتشين عام 2018 أكثر من 8000 مشارك وصفت بأنها مهرجان البلوكتشين الأكبر في العالم ويتوقع المنظمون المزيد من المشاركات في عام 2019 تعد قمة مستقبل البلوكتشين في 2019 والتي يستضيفها مكتب حكومة دبي الذكية مهرجان البلوكتشين الأول في العالم وتتيح الفعالية لإطلاع على أحدث المستجدات والتطبيقات الخاصة بالبلوكتشين وكذلك بعد تعد فرصة لتواصل الخبراء والشركات الناشئة وفي نسخة 2019 اللي بتبدأ بعد قد إن شاء الله في 2 أبريل سيتم تقسيم المؤتمر إلى 10 مسارات يتناول فيها الخبراء المحليون والعالميون أبرز المواضيع مثل التمويل الرعاية الصحية الخدمات اللوجستية وغيرها ولا شك في أن هالاهتمام بتقنية البلوكتشين في دبي يأتي بتشجيع من الحكومة حيث تسعى دبي لتصبح أول حكومة تعتمد هالتقنية في الوقت نفسه تعد مشاركة هيئة الصحابة في هالقمة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وللطلاع على آخر مستجدات العالم في هذا التحول النوعي للحديث عن مشاركة الهيئة في قمة البلوكتشين يسعدنا يكون ويانا الأستاذ وليد ظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية في هيئة الصحابة دبي صباح الخير أستاذ وليد صباح سألو نور سرور أستاذ وليد ممكن تحدثنا نبذة عن قمة البلوكتشين طبعا قمة البلوكتشين كانت في سن لطافة أول سن برعاية حكومة دبي الذكية لتعريف بدبي كمدينة البلوكتشين مستقبلية ومدينة بلا أوراق وحكومة دبي الذكية بعد شهر داعشن فتفازف كمدينة البلوكتشين في نوفمبر فازف بجائزة البلوكتشين مدينة البلوكتشين أنا يعطي من التوفيق للجماعة إن شاء الله القمة هذه تعرف كدوار حكومية شلو إنجزته في البلوكتشين نفسه وبعد الجهات الشركات اللي توا بدأت مشاريع البلوكتشين بالتعريف كأفكار شو أفكار البلوكتشين يطبقتها عساساً للدوار الحكومية تستفيد منها وبعد الجهات الحكومية في الخليج والعالم بشكل عام تستفيد من الطبقات تبيف بمجال البلوكتشين وتبادل الخبرات نفسها كون التقنية يديدة وشوية معقدة يعني بمحتاج خبرة كبيرة وهذا يعطي الحافز للجميع أن يطور من نفسه خاصة في ما يسمى البلوكتشين أو يستفيد من الخبرات اللي بتنعرض وعلى أساس يطور من نفسه نعم أكيد هل هناك ما ستطرح الهيئة أو تبحث في هالقمة؟ الهيئة بتعرف عن الإنجازات في البلوكتشين في شهر ثلاث بداية شهر هذا أطلقته هي نظام شريان مع دبي هلتبوكينج نظام شريان يستخدم أحدث التقنيات الحديثة بطبق فيها البلوكتشين طبق فيها الذكال الصناعي فيها أكثر منظومات كثيرة يعني عالمية فنحنا هنا بنعرف من خلال السنة هذه بالدروس المستفادة من تطبيق البلوكتشين بنفس الوقت الآلية اللي طبغناها عليها البلوكتشين كيف بتأدي لتوفير كثير من الأشياء على الطباعة لأننا نحن 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 عملية التراخي ممتاز بالنسبة للبلوكتشين أو قمة البلوكتشين شو اللي تمثل هذه القمة بالنسبة للهيئة لهيئة الصحة بدبي طبعا مشاركة الهيئة اللي عرض تجربة في البلوكتشين وتستفادة طبعا من الجهات الحكومية والجهات الخاصة البحث عن شركات يديدة طبعا تقنية البلوكتشين ما تعتمد على الجهات نفسة تعتمد على الشركات مع الجهات الثانية يعني من خلال القمة هذه تدورين على شركات ما يخدم مصلحة المتعامل أولا وخيرا وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وبعد إضافة خاصية الأمان والسرية في معلمات نفسها بإضافة هي بطمقلنا بتكون البحث عن شركات جديدة التعريف بتقنية البلوكتشين في دبي وبشكل عام وبعد الهيئة البحث عن تطبيق يعني البحث من خلال القطع الخاص عن طرق أمثل للتطبيق بالبلوكتشين على آريات معينة تبصيد الإجراءات إلى أين وصلت هيئة الصحة بدبي على طريق تحولات البلوكتشين البلوكتشين إن شاء الله هي تطلق جريب أول بلوكتشين هي تعتبر من الجهاز الرائد بعد في البلوكتشين نفسه في المجال الصحي وهذه أول تجربة لنحن بالنسبة وفي عندنا إن شاء الله شركات مع حكمة بيت ذكير نطلق المزيد من البلوكتشين البحث عن شركات جديدة إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق نتمنى لكم إن شاء الله في المؤتمر الياي اللي هو بيكون إن شاء الله بعد يومين اللي هو في الثاني من أبريل اللي هو مؤتمر البلوكتشين كلمة أخيرة توجه أستاذ وليد لجمهورنا اللي يسمعنا اليوم والله تقنية هو أحاب أحاب يمر علينا جمهور أستاند نحن أستاند الهيئة في المعرض نفسه ويطلع تجربة الهيئة والدروس المستفادة من خلال تطبيق البلوكتشين وطبعا إذا في جهات تبحث عن شركات طبعا هي تطبعها بالعكس تدور على شركات يزيدة بالنسبة للبلوكتشين لتطوير الخدبات ما يخدم المتعامل شكرا لجميع وككل ما أخيرا شكرا أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية في هيئة الصحة بدبي مشكورين شكرا الحمد لله كل يوم نشوف التطور اللي قائم في دبي وفي الإمارات بعموما خاصة في التقنيات اليديدة اللي قامت تطلاع اللي تسهل الهدف الأول طبعا الجمهور المتعاملين واللي تسهل أشياء وايدة في حياتنا اليومية وتكون حساسيتها للشغل أو يعني نسبة يعني إبراز الشغل فيها أو حتى بالنسبة للشغل يكون فيها يكون بامتياز يعني نتيجة الشغل فيها وفي نفس الوقت توفر المجهود توفر الوقت لجميع المتعاملين نتمنى لكم التوفيق في مؤتمر البلوكتشين إن شاء الله اللي بيكون مرة ثانية يذكركم فيه في الثاني من أبريل 2019 مستمعين العزاء طالعين فاصل إن شاء الله ورأدي لكم صحة وسعادة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة نذكركم برغام التواصل ويانا 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006 موضوعنا فقرتنا الحين موضوع جدا مهم يخدم فئة كبيرة من المجتمع فئة لها أهميتها الكبيرة اللي هي فئة الأطفال بالنسبة للأطفال نحن مثل ما بعارفين أن مستقبل أي شيء يعتمد على الطفل اللي موجود كيف تنشأته كيف عنايته الصحية بالكامل وما بس تأثر على الطفل تأثر على المجتمع ككل لأن العائلة بعد تتأثر على حسب صحة الطفل كان صحيح أو كان غير صحيح فالحفاظ على صحة الطفل وحياة وسلامته في جميع مراحل تكوينه ونشأته هو أهم أولوياتنا في هيئة الصحة بدبي وهو ما نعمل عليه من خلال حزمة من الخدمات الصحية فائقة المستوى اللي تعتنيه بالأم والطفل معا واللي تم توفيره في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال على وجه التحديد إلى جانب مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة حيث أرقى التجهيزات وأكفأ الخبرات والمختصين ولقد حقق مستشفى لطيفة هذا الصرح العلمي والطبي المتخصص العديد من الإنجازات اللي جعلته أحد أهم المؤسسات الصحية العالمية المرموقة وجعلته أيضا الوجه الأولى للباحثين عن التجربة الصحية المميزة والمناخ الباعث على الحياة والتفائل والسعادة سواء كان ذلك للأم ولا الطفل وخاصة حديثي الولادة مما يوفر لهم المستشفى أعلى درجات السلامة من خلال أحدث التجهيزات والتقنيات اللي يقوم عليها نخبة من الأطبال متخصصين حول إمكانيات مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي وتفوقه وريادة في رعاية الأطفال حديثي الولادة والخدج يسعدنا أن يكون ريان اليوم في الستوديو الدكتور محمود حليق استشاري ورئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى صباحك الله بالخير دكتور صباح النور أهلا بكاش أهلا دكتور دكتور كنا عارفين أهمية يعني تخصص الطبية بالكامل بس تخصصكم شوية من النوع اللي حساس وتخصص جدا مهم سواء للطفل والأهلة خاصة بالنسبة للأم بالنسبة لتخصص لهو تخصص حديثي الولادة والخدج في البداية ممكن تعرفنا من هو الطفل الخدج وهل ما ضرورة أن يكون له مشكلات صحية أو لا سوري معروف أنه لمدة الحمل عند الأم الطبيعي يعني حوالي 37 أسبوع ممكن تكمل لغاية 40-41 أي طفل يولد قبل 37 أسبوع يعتبر طفل خديج ومش شرط أن يكون طبعا محتاج إلى رعاية صحية أو يعتبر المريض بصفة عامة عندما يكون الولادة تحت 34 أسبوع يعني في عنا 34-37 من سميهم هذا طفل خديج متأخر ليس ضروري أن يكون محتاج لدخول للمستشفى أو دخول القسم العناية للمركز الأطفال الحديثي الولادة لكن تحت 34 أسبوع معظم الأحيان بيحتاج إلى نوع من العناية طبعا الطفل لما يولد حوالي 22 أسبوع يعني لسا الأم في بداية الحمل 22 أسبوع وكم يوم هون بيكون الخطر وهون بيكون أكبر عدد أو أكتر نوع من الأطفال اللي حيحتاج عناية مركزة يعني لما يكون طفل مولود على 24 أسبوع 100% حيحتاج تنفس صناعي حيحتاج تغذية صناعية بالوريد يعني لغاية ما يصير يقدر أنه يتقبل حالي بالأم يحتاج إلى تجهيزات كثيرة لنتأكد من أنه كل شيء طبيعي بالنسبة للطفل اللي هو هي بنفسرها أكثر للمستمعين 24 أسبوع بيكون في حدود 6 شهور تقريبا 5 شهور 6 شهور تقريبا فبيكون أكيد يعني الحجم الصغير يكون سنة صغير جدا فيحتاج يعني لما يكون طفل مثلا 24 أسبوع وزنه 500 جرام يعني نصف كيلو فيك تتصور كيف الوضع يعني حتى نفس الكف كبر كف اليد يعني مثلا لحنا السنة اللي فاتت كان عنا 7 أطفال ولدوا تحت 500 جرام 420 450 480 والحمد لله ستة منهم طلعوا بوضع ممتاز ومنتبعهم طبعا بالعيادة الحمد لله الحمد لله دكتور بالنسبة للطفل الخدج نفس ما قلنا لازم تكون له مشكلات صحية عشان نعتبرها كخدج ولا لا لا مش شرط هي كلمة خدج ترتبط بكم فترة الحمل لو كان الحمل زي ما قلتلك تحت 37 أسبوع هذا يعتبر خديج كل ما نزل لتحت لغاية مثلا 23 أسبوع خلينا نقول كل هاي الفترة من 37 أسبوع إلى 22 أو 23 أسبوع أو بالعامية من 5 شهور لغاية 9 شهور أقل من 9 شهور هذا يعتبر خديج لكن اللي بيكون تحت السبع شهور 99% هيحتاج عناية مركزة في العناية دكتور شو المبررات أو القرار الطبي اللي موجبة نحول حديث الولادة للعناية في قسم الخدج أوكي خلينا ناخد سيناريو مثلا أم حديثا أمس مثلا ولدت أم حامل بتوأم 27 أسبوع يعني حوالي 5 شهور شوي جاء الطلق وحصلت الولادة طبعا 27 أسبوع يعني لا يستطيع الاعتماد على نفسه لا في التغذية ولا في التنفس ولا في الرضاعة جسم الطفل الخديج الجل تبعه بيكون رقيق جدا لا يعطيه الحماية اللي يستطيع يعني درجة حرارة جسمه ما بيقدر يتحمل لوحده في الجو العادي لو ترك من غير ما ينحط في الحضانة 100% حينزل درجة حرارته تحت 37 وحيتعرض لمشاكل كتير فطفل زي هذا اللي تونز 27 بما أنهم وضعوا على تنفس صناعي لا يرسل إلى القسم العادي لازم يروح قسم العناية المركزة فمن أول ما يدخل قسم العناية المركزة أنا مركب له تنفس صناعي يحقن شيء معين بالرئة لأن الرئة تعتبر غير مكتملة فعن طريق الأنبوب اللي هو داخل في القصبة الهوائية بنعطي دواء معين ويفضل على الجهاز التنفس الصناعي حاليا مثلا أحد الوسائل اللي من التباع منحاول من خل الطفل على التنفس الصناعي على فترة طويلة لأنه بيساعد بالنسبة للرئة فمنتابع نسبة الأكسجين عند الطفل منشوف الأجهزة اللي متوصلة على الطفل اللي هي بتعطي دقات القلب ونسبة الأكسجين والضغط والعناصر الحيوية تباية الطفل منتابعها أول بأول وبناء عليها إذا الطفل يحتاج أي شيء نعمل له إياه طفل زي هذا خديجي قلنا مش هيقدر يرضع اللي يبتد يصير في عنده خاصية الرضعة مش قبل 34 أسبوع فيعني من 27 أسبوع محتاج 100% وسيلة للتغذية فيوضع له نوع من القصطرة في السرة وعن طريق القصطرة هاي بياخد البروتين والدهنات والسعرات الحرارية اللي محتاج لإلها والأملاح والفيتامينات اللي محتاج لإلها لتطور طبعا نحن منحاول الطفل أول ما ينولد خلال فترة خاصيلة أنه ندخله الحليب تبع الأم أو اللي هو الكولوسترام اللي هو الأم أول يعني تبتديه تعطي الرضاعة الجزء الأولاني يعتبر هذا زي مضاد حاوي وبيزود مناعة الجسم بالنسبة للطفل الخديج فإذا كان متوفر على طول منبتدي للطفل نعطيه حتى لو نصف ملي عن طريق تيوب من دخله للمعدة عساس هذا بيقوّل الجسم وبنفس الوقت الأم طبعا الأم أحد الأشياء اللي منركز عليها في مستشفى لطيفة أنه من لحظة ما تيجي تعمل تسجيل للحمل في العيادة منبتدي نشتغل عن موضوع الرضاعة الطبيعية صح لأنه حليب الأم يعتبر أقوى سلاح في وجه أي مرض بالنسبة للأطفال وخصوصا الخدج الطفل الخديج أحد مشاكله كمان مناعة جسمه بتكون منخفضة جدا فأنتي لو بديك تعطي حليب صناعي حتزود المشكلة طبعا مضطر أحيانا نعطي حليب صناعي إذا لا حول ولا قول حليب الأم مش متوفر يعني منعطي فزي ما شفت يعني الطفل لا يستطيع أنه يرضع لا يستطيع أنه يكون في الجو الخارجي طبيعي لازم يكون بالحضانة عشان نحمي جسمه فبيكون عشان هيك بيدخل لقسم العناية المركزة ومتى دكتوري تم تحويله من العناية للقسم العادي للأطفال أو أوكي هلأ الطفل بيظل معنا مثلا نفسده ل27 أسبوع يتابع يوميا لغاية يفترض أن الطفل الخديج ما يطلع من القسم إلا لو كان وزنه كيلو 800 جرام وقادر على الرضاعة الطبيعية ما عندوش أي مشاكل صحية وأهم من هذا كمان أن الأم نفسها قادرة على التعامل مع هذا الطفل فزي هدول السبعة وعشرين أسبوع حيظلهم موجودين في القسم العناية المركز الحديثي الولادة لغاية ما يصير وزنهم كيلو 800 جرام كل مشاكلهم الصحية إذا كان في أي مشاكل حلت الطفل قادر على الرضاعة الأم قادرة على التعامل مع الطفلين في الحالة هاي في عنا نعيم من الإخراج من العناية المركزة إذا كان مثلا إذا كان مثلا الطفل خلص مشاكل الصحية كلها بيروح على البيت إذا كان مثلا محتاج أنه لسه يكون على تنفس الصناعي على فرض في أحيانا تحصل هاي الشغلة بيطلع من قسم العناية المركزة لقسم العناية المركزة للأطفال اللي هو مش الأطفال الخدج هذا لو كان عمره مثلا ستة شهور لأنه في حالات ممكن تعود ستة شهور بالمستشفى المتوسط بالنسبة للي هو مولود 24 أسبوع حوالي شهرين لغاية ما يصير وضعه كويس قبل ما يطلع بكم يوم في عنا قسم في عنا زي مكان في العناية المركزة الأم منعطيها الفرصة أنه تنام مع الطفل في المستشفى عساس أنه تتعود على جميع الأشياء الإجراءات اللازمة للتعامل مع الطفل الخديج ولما تقولنا أنه أنا واصقة من نفسي كل شيء أوكي منطلع الطفل هذا شيء جدا جميل دكتور فهي خدمة دخلناها بمستشفى رطيفة الحمد لله صرنا على سنتين ومن الأول اللي عاملنا في الدولة الحمد لله هذا شيء صراحة مميز لأنه ترعون نفسيتها قبل أنه أداء عمل والطفل الحمد لله صحت زينه بعد أنه استمرارية الشيء يعني بتقدر تستمر الأم يعني بالاعتناب الطفل وهل هي قادرة لأن الطفل نفسه أنت ما قلت يعني صغير 500 قرام أو أنتوا طلعون على واحد ونص أو 800 قرام فيعني هالشيء المبادرة جدا جميلة أن التعويض الأم قبل حتى ما تنتقل للبيت هلا في أطفال مش شرط يكون وزنه 500 قرام خلينا نقول طفل 34 أسبوع أو حتى طفل يعني الحمل كان كامل مثلا 39 أسبوع أو 37 أسبوع وكان في أنواع من الأمراض ممكن تحصل لأطفال ما سيكون التنفس تبعه مش صحيح أو فيه نوع من الالتهابات نتيجة أن الأم كان عنده الالتهابات خلال الحمل ممكن تنتقل للطفل فكمان بالحالة لا يعتبر طفل خديج لأنه 39 أسبوع أو 37 أسبوع بيدخل قسم العناية المركزة للأطفال الخدج يعني بيأخذ العلاج وعادة يعني بحدود أسبوع أو خمسة أيام حسب الحالة إذا كل شيء أوكي بعد ما يخلص علاجه والأم بنفس الشيء كمان واثقة منهم التعامل مع الطفل بيروح البيت مع أمه ممتاز دكتور تكون عندكم عيادات معينة للاستمرار أن تتابعون عندها وأي حالات اللي أنتوا تحولونها للعيادة أن فيه يكون متابعة جميع الأطفال الخدج اللي هم مولدين قبل 34 أسبوع لازم يتتابعوا لكن لو طفل مثلا زي هذا 39 أسبوع وكان فيه شوية التهابات وكل شيء أوكي اتعالج وخلص روح مش ضروري يتابع لكن أي طفل خديج عند الخروج بيكون فيه يعني بنوعد مع الأم والأب ومنشرح لهم شو المتابعة اللي حتصير بعد هيك بالنسبة لتخصص الأطفال الخدج طبعا في عنا عيادة منتابع هذين الأطفال لغاية سنتين من عمرهم لنتأكد من النمو العقلي والنمو الجسدي عند هذا الطفل يسير بالطريقة الصحيحة لأنه حتى لو الطفل طلع من المستشفى الطفل الخديج مثلا اللي هو مولود 500 جرام فيه عناصر كتير بتأثر على نمو المخ حتى لو عملنا لحنا تصوير لدماغ وكل شيء طبيعي والطفل عم بيرضع كل شيء من باب حرصنا على أنه هذا الطفل كل شيء هيكون طبيعي منتابعه لمدة سنتين منشوف خلال الفترة هاي أي مرة بأي وقت منشوف فيه تأخر فيه مثلا الجلوس أو تأخر فيه النطق أو تأخر فيه التعامل مع مسك الأشياء محتاج علاج طبيعي محتاج أي نوع من التغذية نحوله لقسم التغذية بيأخذ إجراءات فيها إلى جانب عيادة الأطفال الخداش طبعا هذين الأطفال محتاجين مثلا عيادة العيون الطفل الخديج وخصوصا اللي هو 500 جرام مثلا أو اللي هو في بداية الحمل نتيجة هشاشة جسمه وتعرضه لأشياء كثيرة خلال العلاج فيه تغيرات معينة لازم نرقبها بالنسبة لشبكية العين وبتبتدئ المتابعة ومن هو موجود في المستشفى يعني بعد وجوده في المستشفى بأسبوعين أو ثلاثة أسبوع بيجي دكتور العيون يفحص قاع العين لأنه فيه احتمال بهذه الأطفال أحيانا لا سمح الله يصير نوع من الانفصال بالشبكية وبالأزمنة القديمة كان يصير فيه لا سمح الله حالات عامة حتى لأنه لم يتابع هالأشياء حاليا يتابع الطفل عند حصول أي بوادر تشير أنه فيه تغيرات يصير فيه تدخل فوري للموضوع وحتى بعد ما يطلع من المستشفى كمان يتابع هذا الموضوع سمع الطفل من تابع الطفل من أول ما ينولد لغاية ما يطلع لو أي طفل عنده عوارد أمراض عصبية من هو موجود عندنا برضو بيصير متابعة العلاج الطبيعي للطفل الخديج الحركات المعينة يعني من خليه يتواصل مع قسم العلاج الطبيعي لأنه بتساعد على الحركة الطبيعية للطفل الخديج ففيه جدول كامل بيكون جاهز بالنسبة لحالة الطفل قبل ما يكون جاهز الخروج التيم المعالج منقعد مع بعض منقرر الطفل هذا حيحتاج كذا وكذا ويختلف من طفل لآخر يختلف من طفل يوم حتى مرتاحين نفسيا أنه في متابعة لأدق التفاصيل نفس ما ذكر الدكتور يعني أشياء كثيرة أنتوا تتابعونها ما بشي واحد أنه طلع من عندي من القسم خلاص متابعة المدة سنتين يعني نعتبره في الطب كبدياترك أو طفل يعني أكثر من أن حديث أولاد حتى نحن منبلغ الأهل أنه لما تطلع من المستشفى في أي شيء ممكن تتصل فينا في أي شيء والموعد لسه ما يجل العيادة القسم الطوارئ مفتوح وبيكون الطفل لما يطلع من المستشفى خصوصا لقاعد فطرة طويلة وكان عنده مشاكل بيكون معه تقرير طبي كامل ممتاز وحاليا الحمد لله في الدائرة موجود الملف الإلكتروني فاوين ما يروح بالدائرة يقدر يشوف دكتور الأشياء اللي ذكرتها كلها طبعا عمل مميز وعمل جبار صراحة أكيد وراء إمكانيات متوفرة وراء طاقم عمل كامل ممكن تحدثنا عن إمكانية مستشفى لطيفة فيما يخص رعاية حديثي الولاد والخدج من حيث التجهيزات المتوفرة عندكم في القسم الحمد لله يعني القسم مجهز بأحدث التجهيزات القسم مر بعدة مراحل من التطور يعني أول ما ابتدى القسم أنا أذكر كان 24 سرير بعدين صار 34 سرير بعدين 48 وحاليا 64 سرير الأطفال الخدج فيعتبر أكبر قسم في الإمارات الشمالية هيئة الصحة والإدارة الحمد لله ما قصرت بالاستجابة لأي طلبات نطلبها بالنسبة لهذا القسم لأنه كل ما كان القسم مجهز بطريقة صح سواء كطاقم طبي أو أجهزة كل ما كانت النتائج أفضل أفضل بكتير والدليل مثلا إحنا طبعا القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية سواء الأجهزة التنفس الصناعي أجهزة المتابعة للوظائف الحوية تبيت الطفل أجهزة التغذية الخبرات اللي متوفرة بالقسم الحمد لله ممتازة في حاطين إحنا مشاريع لأشياء نطورها أكتر يعني مستنينة تصير وإن شاء الله بتصير فطبعا النتيجة النهائية أنه النتائج القسم إحنا منتباعها منعمل شيء بنشماركينج مقارنة نوعية مع مراكز أخرى في العالم فالحمد لله نتيجنا تعتبر ممتازة حتى أعلى من أماكن معينة في مراكز عالمية وهذا ما بيكون إلا نتيجة أنه فيه تجهيزات كويسة فيه طاقم طبي كويس وفيه إدارة كويسة في المستشفى وفي القسم الحمد لله بتنمي هذا القسم أول بول شو الخبر على الدكتور الطبية اللي متوفرة عنكم في القسم يعني طبعا مش أي دكتور بيقدر يشتغل بالنيونتولوجي في قسم الأطفال الخدج يعني عملية مثلا القصطرة تبقية المعدة لل الحبل السوري مثلا بداية لما نيجي نحطها للطفال إذا كانت الدكتور ما متدرب من الأول على جميع الإجراءات اللازمة للطفل الخديج أنا أجل أحط مثلا آيفي لين يعني أحط إبراف الوريد لطفل وزنه 500 جرام غير عن طفل وزنه أكيد فكل اللي موجودين في القسم خبراتهم نمت بالنسبة لهذا التخصص طبعا وجودنا في مستشفى لطيفة واللي فيها أكبر قسم أطفال كمان وفي جميع التخصصات عنصر تاني لنجاح القسم يعني جراحة الأطفال متوفرة في المستشفى ومن أحسن الأقسام ومن أحسن الخبرات فهذا طبعا يعني بيحل لنا مشاكل كثيرة من نسبة الأطفال الخدج أمراض الدم أمراض الغدد أمراض الأعصاب أمراض الجينية كل هالتخصصات موجودة في مستشفى لطيفة فأنا لما يكون في عندي طفل أنا كأطفال طبيب أطفال خدج علشته بالأشياء اللازم يلقله واحتجت أي تخصص تاني متوفر عندي في المستشفى وهذه الدور كبير حتى في إمكانية أو كمول الخدمة نفسها بالضبط اكتمالية الخدمة نفسها خدمة متكاملة وفي إضافة لهذا الروح الفريق العمل موجودة في المستشفى فهذا يعني بيساعد بالنجاح متمنى لكم التوفيق صراحة دكتور كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا أتمنى يعني كتير لحنا بيجينا ناس بيطلبوا أن ندخل الطفل بالخصم يعني بيكون مولود في مكان تاني وبيطلب أن ندخل فأتمنى الناس يعني لما نيجي نقول لهم سوري ما منقدرش ناخد الطفل يتفهموا وضعنا لأنه معظم الأحيان ما بيكونش فيه أماكن مجرد ما يصير فيه عندنا مكان مناخد الطفل خصوصا الطفل اللي منقدر نعمله شيء والشغلة الثانية أتمنى من كل الأم أنه تركز بقدر استضاعتها على حكاية الحليب الطبيعي حليب الأم أن يكون حاطف راسها من الأول أنه حتردع الطفل وستعطيه حليب طبيعي وليس حليب صناعي إن شاء الله دكتور محمود حليق استشاري ورئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى لطيفة شكرا لك دكتور شكرا جزيلا مستمعين العزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم إن شاء الله نلقاكم باتر برنامج صحة وسعادة على نفس الوقت على الساعة عشر توقيت دبي إن شاء الله حياكم الله مرة ثانية شوفكم باتر صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي